بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لبابا الإسكندرية بطريق الكرازة المرقصية واضر الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأكد وزير الداخلية في البرقية أن تلك المناسبة نستقي منها مشاعر المحبة والمودة ويكرس الاحتفاء بها التلاحم الفريد لأمناء الأمة المصرية الذين أدبتوا أنهم عصيون على الانكسارة كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للأنباء إبراهيم إسحاق بطريق طائفة الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقصة أندري زاكير رئيس الطائفة الإنجلية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه لأبناء الطائفة الإنجلية في مصر كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الأخ المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حظ السلام بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد وفي البرقية أكد محمود توفيق أن الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد يعكس صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر زمان وفي البرقية أبناء الأمور شكرا